فقرة مع الناس دي فقرة بتبقى دايما موجودة معنا في صباح النور يوم الثلاث والحيان كل يوم ثلاث بحب اقرر واقول طول الوقت انه الهدف من الفقرة مش اننا نعرف الناس على حد معين او اننا نعرف الناس على حاجة معينة بقدر ما اننا بنبقى مصرين اننا الناس تبقى موجودة معنا اللي عندها حاجة تقدمها عندها موهبة عندها اختراع عندها ايا كان لانه لازم واحنا هدفنا هنا اننا نبين انه فيه فرق كبير قوي ما بين شخص والتاني ما بين شاب والتاني ما بين شاب بيبنى طول الوقت يشتغل على نفسه او اي شخص يعني شاب أو فتاة بيشتغل على نفسه يعني يبقى بيمرن كده نفسه على حاجة هو ربنا ادهاله يفضل شغالته للوقت يدرس فيها أكتر فيجبر فيها أكتر وحد تاني ربنا مديله حاجة مش موجودة عندي مش موجودة عندك مش موجودة عند أي حد بس هو مصر تفضل حاجة دي جواه ويقعد ويستنى انه اللي حواليه يعملوله أو يستنى انه البلد مثلا تساعده انه تكتش فيها الحاجة اللي عنده أو يستنى انه البيت عنده يساعده في حاجة ولو ما تعملتش الحاجة دي يفضل طول الوقت الشخص ده بيرمي اللوم على الناس وعلى المجتمع وعلى البلد وعلى انه البلد مش بتشجع الشباب وعلى انه البلد مش بتفضل طول الوقت اللوم شغال طول الوقت فبنوصل في النهاية إلى طريق مسدود فهو ده الفرق ما بين شخص والتاني وده الغرض من أننا نبقى معاكم فقرة مع الناس احنا نهاردة معنا لموذج ناجح جدا لشاب أصر أنه يوصل الحاجة اللي هو بيعملها أو يوصل حاجة هو اتعلم فيها ودرس فيها واشتغل عليها كتير فحب النهاردة أنه يبقى موجود معنا خلونا نرحب بضيفنا لمشرفنا جدا لنوجوده معنا مهندس مينة مرقص باحث في مجالة صراط اللاسلكية أهلا بك يا بش مهندس أهلا بحضرتك مشرفنا ومنورنا مرسي خالص أنت النهاردة معنا شخص مختلف عن أي حد تاني شاب أصر أنه يكمل حاجة هو بدأها أو يبدأ حاجة علشان تكمل بعد كتا وعشان تفيد نفسك وتفيد البلد أكيد قولنا كتا الأول كتا عرفنا سريعا عن الاختراع بتاعك هو عبارة عنيه طيب أقدم نفس الأول أوكيد مينة مرقص فاتحي مهندس مدني خارج هندسة أسويت 2011 الفكرة جات لي كنت بعمل انترست أكتر بالمجال الانيرجي سورسز من 2014 على الانترنت انيرجي سورسز اه وصدر الطاقة وتوليد الطاقة وطرق نقل الطاقة تمام لحد ما وصلت المجال بتاع تيسلا كويل وبدأت أن أزل ريسيرش أكتر وريفرانس وبعد كده بدأت أزور جامعات في مصر من بداية من نص 2016 كده وبدأت أسجل الفكرة في أكاديمية البحث العلمي زورت أماكن كتير في مصر وعشان أخد صبورت من الدولة عايزت دولة تسندك في الحاجة اللي انت بتعملها سواء سوبرفايزور أو تيمورك اه كنت أحلامي أكتر شوية فحبيت أكمل سكولرشيب أكتر فبدأت أدرس أكتر شوية وأهتم باللغة الإنجليش الأوت جات لمنحة المجر حاليا أنا في دولة المجر معي منحة ودي بتسهل حاجات كتيرة برضا يعني انتهت هناك بالك أده إيه لسه في 15-9-2017 بداية المنحة آه يعني بقى لك كشهور آه آه تمام وبتدرس هناك إيه أنا أولا مهندس مدني بس وبدرس في المجر باتشلر إلكترك إنجينيور يعني أنت مهندس مدني في المجر ولا مهندس مدني هنا في مصر في مصر آه عندي شغف مجال هندسة كهوربيا من زمان تمام واخدت المنحة وروحت بيها وروحت أخدت المنحة دي في المجر تمام بتشتغل في إيه آه في مجال أو بتدرس إيه نه بإلكترك إنجينيور ريليتت بالبحث نفس آه هندسة إلكترونيات آه تمام طيب آه قولنا بقى الاختراع بتاعك ده عبارة عن إيه تبتقول لك بدأت تسجل الفكرة الفترة اللي فاتت قبل المنحة أعتقد آآ آه طيب الفكرة اللي انت بتسجلها دي كانت عبارة عن إيه والاختراع نفسه عبارة عن إيه أوكي آآ أنا عايز الموبايل يستقبل شحن لسلكي بإضافة أن أنا أغير الويف اللي هي بتنقل الموجات الكميونيكيشن والباور آآ بمعنى تاني أنا مثلا بشتغل على ريول في الوضع الحالي الوضع الحالي أنا بستقدم المايكرو ويف آآ في الموبايل ده بيأثر على الإنسان آآ وفي نمرة اتنين برضو آآ أنا عشان أشحن الموبايل آآ مثلا باخد ساعة ساعة ونص عشان نشحن الموبايل وده بيخليني مرتبط أكتر بال بالسورس بتاع الكهرباء بالمكان آآ بيحدد المكاني أو بيستقدم بديل هو الباوربانك آآ باوربانك آآ سواء ده أو ده فيه ناس مش بتقبل الوضع ده إنما الثالثة مثلا لو أنا دخل بتكلم في أسن سيرو أو في مترو أو في نافق أو ممكن حتى داخل الشقة نفسه لو حد بيغير أباكن وأباكن الشبكة بتوعها آآ فأنا بدأت أوزف التسلا كويل في أن يعالج العيوب دي التسلا؟ التسلا كويل اللي هو الديفايس اللي أنا بشتغل علي تمام اسمه تسلا كويل تسلا كويل تمام التسلا كويل بيعمل جنيرات الويف معينة اسمها الكتر ماجنيتيك لونج تيديدان الويف بتبقى بتعالج العيوب بتاعت الوضع الحالي ده الويف باللي طالع منها سيف للإنسان ودي بريفرانس وبعد كده نمر اتنين الويف دي بتبقى كارير للباور لأ يعني أنت بتتكلم فيه الموجات اللي بتخرج من الإنسان لأ من التسلا كويل نفسه اللي هو الجهاز اللي أنا بشتغل عليه ده والتسلا كويل المفوض يتحط فين مكان بورج المحمول آآ أوكي يعني مالوش علاقة بالمكان اللي أنا فيه خالص لا 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 يعني هتحطه على إبراج الشبكات مكان الأنتنات نفسها آآ مكان الأنتنة تمام نمر واحد بالويف نفسها سيف للإنسان نمر اتنين آآ بدل بورج المحمول ما بيديني كوميونيكيشن بس لأ في الحالة دي هتديني كوميونيكيشن وباور يعني الموبايل هقدر شيل منه البطارية وهيحط مكان ورسيفر يشتغل ويرلس شارجين زائد الكوميونيكيشن اللي اتنين مع بعض لا معلش بقى نفهم كده بالراحة آآ انت يعني هنشيل البطارية يعني التسلا كويل آآ تمام ده هتحط على مكان الأنتنة آآ تمام هيديني كوميونيكيشن وباور هيديني اتصالات وهيديني طاقة أو هيديني باور للموبايل تمام هكيني باشحن الموبايل بالزبط ويرلس آآ بس مسافة ويرلس ما تقلش عن مية متر مش اللي هو المسافة الصغيرة اللي هو الموجود حاليا في العالم أصلي في دلوقتي في شركات بتاشحن لسلك مسافات صغيرة اللي هو تشحن الموبايل لسلك آآ اللي هو ليه ويرلس شارج صغير مدى بتاعه صغير قد اين مدى ممكن في حدود سنتيمتر وفي شركات دلوقتي وصلت لعشرة متر أو خمستاشر متر آآ أنا بتكلم في تارجة مية متر وأكتر تمام بحيث أن اليوزر بيستقبل كومينيكيشن باور داخل البرودكيست بتاعت الطاور نفسه يعني حضرتك هتستقبلي باور طالما حضرتك قريبا من برج المحمول طيب لو أنا مش قريبا من برج المحمول هتدخل في نطاق برج المحمول تاني آآ أنا بتكلم على نيتويرك كاملة أقوة ده عايزة سأل عليه انت دلوقتي هتبقى الجهاز محطوط على كل شباكات أو على كل أبراج الموبايل أو كل أبراج المحمول اللي فيها الأنتنة اللي بتوصل الاتصال أو بتوصل الباور ده تمام من خلال الاختراع بتاعك ولو الجهاز أنا مش موجودة جنب البرج الفلاني هبقى موجودة جوه نطاق أو جوه مدى برج تاني نفس سيستن الحالي يعني زي نيتورك هي نيتورك نمرة ثلاثة طب إحنا معنا صورة كده ممكن تشرح لنا دي إيه؟ ممكن تلفه ودص عليها ده الوضع الحالي اللي احنا بنشتغل هو المايكرويف ده الوضع اللي هو قبل الاختراع آه تمام يعني ده برج المحمول الحالي آه الشغال بالعالم دلوقتي ده إيه ده؟ ده علم في ألمانيا بيقول بتاعت المايكرويف على الإنسان إنها بتعادل أثار الجامري والإكس ري المايكرويف دي مش من الموبايل بس؟ ده من الاتنين الموبايل والبرج المحمول أنا قصدي إنه الموجات اللي هي المايكرويف دي بتبقى برضو من الجهزة الإلكترونية التانية موجودة احنا برضو بنستخدم المايكرويف في تسخين الأكل برضي ايه بالضبط ده سيغل أكتر الدرع عن الإنسان المايكرويف بتاع الموبايل والبرج المحمول أكتر عشان ده بنستعملها كتير عشان ده دائما بيقولوا إنه وإحنا نايمين ما نشحنش الموبايل مثلا جنبينا وإحنا نايمين تمام آه طب نكمل الصور بعد إذنك ده بيوضح التشابه أو الدرع بين المايكرويف والجامري ده بيأثر في منطقة في الدي اني وده بيأثر في منطقة في الدي اني في جسم الإنسان يعفل الخلايا ايه طب معلش نستأذنكو بس في الكنترول تجيبولنا الصورة اللي قبل دي علشان ما تكلمناش عليها ايه الصورة دي عبران ايه بيوضح الفرق التأثير الحراري للمايكرويف قبل وبعد المكالمة لما حضرك بتتكلم عن ربع ساعة مثلا بتحس ان يعني جزء الأخضر ده أنا كده نورمال نورمال بعد ما بتكلم ربع ساعة التأثير الحراري بيضربين ده المايكرويف آه طب وده بيروح ولا بيفضل؟ ما بيختفي بس برضو ده ده إفكت واحد من ضمن الإفكتات بعد المايكرويف لسا في بيولوجيكال افكت ودا سيرن آه تمام طيب في صورتانية بعد ده؟ ده كل البناكرويف بيولوجيكال افكت ايم اف دي كلها دي بتاعة المايكرويف بتاعة الموجات اللي بتخرج من الموبايل تأثير ده بقى المايكرويف ده أكتر على الأطفال tension أو أكتر من الكبر ولا الموضوع واحد نحن مش عايزين يعني نصدر التكنولوجيا يعني الوضع الحالي للاطفال دي اكتر فئة حساسة مفروض ما تتعاملش مع المايكرو ويفل ده ايه الصورة دي اللي فاتت بعد يزنكو اه ما بيخليني لوكيتت بالباور سورس اه ان انا قاعدة جنب الفيشة بيأثر على اجهزة الاجهزة الطبية زي القلب القلب اه لو انا ساكن بجان ببرجة محمول والكلام اه طب دي خليني اسألك عن مهوداء ده ايه اللي حصل مثلا في الحالات الحارجة مثلا مش هستنى الموبايل يفصل مني شبكة انا في الحالة الحارجة دي انا عايز الموبايل شغال على طول في نفس اللحظة اه يعني دي جوه شقة فممكن الشقة يعني ده ايه السجنل اه ده الجهاز نفسه فمعليش هستغزنك هو ازاي بيبقى مكان فيه سجنل ومكان لا لو انتو بتتكلموا في فكرة انها ناتورك انها لو انا بتكلم فيه حتى لو مشروع بتاعك او الاختراع بتاعك دي نمرة ثلاثة كنت اشرحها الاختراق الويف دي بتختارق اي مادة لو انا في اصلا سير ممكن اتكلم ومجرد ما تيهز الانسان اه بتدد فردي افكت او يعني لو معايا موبايل جوه حتى بوكس حديث هيستقبل السجنل عادي طب ده لي علاقة بالنتورك يعني لو انا برضو بتكلم في فكرة انه الجهاز ده او الاختراع ده لو موجود على شبكات الموبايل اللي فيها الانتنة تمام واحنا بنغطي مدى معين اكيد في اماكن اصلا ما فيهاش ابراج ما فيهاش تاورز للموبايل انا كده بعتمد على التخطية بتاعت كل بورج اما احط بورج مثلا او ازود المدى بتاعت الابراج القريبة منه طيب هو انت نفست الفكرة دي فعلا؟ انا انا بدأت في تجارة في 2011 بس البروتوتيب الكامل مقدرش اعمله الواحد لازم اجيبهن عن طريق الانترنت عن طريق امازون وابدأ اشتغل فيه مع سطف اه لكن انت لسه ما بدأتوش يعني هي مجرد ممكن نقول انها براءة اختراع وانت سجلتها صحي كده ومستني بقى لان انت كنت بتكلميه انه انت مستني من الدولة يبقى تديلك سابورت او تسندك في فكرة انك تنفذ المشروع ده عشان انا براءة التخصص انا كمهندس مادة والموضوع related by electrical engineer فده اللي بحاول اشتغل على نفس اكتر وطورة بحاول انت اواخد فيه منحة؟ اه اه تمام بحاول يعني اذاكر من ريفرنس كتير عشان اثبت الموضوع الاسبرمنتل محتاج لاب متخصص طب هو المنحة اللي انت وباخدها دلوقتي في هندسة الالكترونيات اللي بتاخدها دلوقتي في المجر تمام الدولة او مصر ايه اللي ميدي لك المنحة دي؟ هي دولة المجر هي دولة المجر يعني ان ده مش خارج من البلد هنا على انك واخد منحة تدرس في المجر انا انا مش عيد اكاديمي في الدولة انا مهندس مادة فدي تبقى منحة فردية اه دي منحة فردية فيه نوع من منح خاص بالبع سابق بسضبط ده لما يكون أكاديمي في تابع الجامعة مثلا أو جاء بحث طيب المنحة اللي انت بتاخدها دلوقتي في المجر انت شايف ان هي هتبقى مفيدة في ايه بعد ما تخلص وقت المنحة دي هل هترجع بقى هيبقى بالنسبة لك فكرة انك تاخد سابورتي من الدولة او تاخد مساندة من الدولة او انه يبقى وراك حد ينفذ المشروع بتاعك اسهل لانك بدأت تشتغل في الموضوع ده واخدت فيه منحة وبدأت عرف ناس مهتمة بالموضوع ده في مصر انا بس باخد بوش كده من المنحة بتاعة المجر دي صورك في المجر اه ده صورك في المجر دي مديرة مؤسسة تعادل اكاديمي للبحث العلمي في مصر طيب انت بتتكلم في فكرة انه المدى بتاع الويفز اللي هتخرج من الجهاز بتاعك او الاختراع بتاعك علشان تغطي اكبر كمية واكبر مساحة المدى ده هيبقى تقريبا 100 متر واكتر انا التارجد بس واكتر لغاية فين دي يعني هتيجي مع التجارب والتطوير انا مش هعف عندي مرحلة معنا وهعمل ستوب اللي نقصده او سبب السؤال لانه اني اعمل برج او اعمل مكان يتحط عليه الاختراع بتاعك كل مية متر فيه ناس كتير بتقول انه ده مكلف جدا مهاجمية متر دول عيلة خالص انا دي بتكلم على التجارب المبدئية المفروض انا عارف ان انت بتجاهز لمعرض اسمه او معرض جينيف طيب تقولنا كده المعرض ده عبارة عن ايه وانت بتجاهز له ازاي معرض جينيف ده رقم واحد على مستوى العالم على الاقتراعات يعني اكبر معرض للمختارين على مستوى العالم من فوق ال 146 دولة بتعرض فيه بيزوروا اسازة جامعين من اكبر الجامعات في العالم وكبر المستثمرين دي بتبقى فرصة كبيرة خالص لايه مختارة ان يعرض فكرته ويمسل بلده فيها وبيرجع بيها البلده بعد كده بتبقى فرصته اكبر في تنفيذها جميل طيب باشمهندس خلينا نتكلم كده ايه بواقعية اكتر شوي انت اكيد كشاب شفت انه فيه شباب كتير زيك عندهم اختراعات يمكن مش لقين اللي ينفذها او مش لقين السابورت اللي انت نفسها كنت بتدور عليه بس هما عندهم الاختراع ده انت شايف انه بعد ما انت فكرت في الاختراع ده وبعد ما انت سجلت الاختراع ده كبراءة اختراع وليس لغاية دلوقتي ما تنفذش وبدأت انك تدرس في الموضوع اكتر عشان تعرف تنفذ ده الاهتمام في مصر بالاختراعات هل هما فعلا مهتمين بس ما فيش امكانيات او ما فيش كفاءات ينفع التتحط في الاماكن بتاعتها في الاماكن المزبوطة ليها ولا فكرة انه افهم ان فيه اختراع جديد ده محتاج مننا شوية وعية اكتر فنبدأ احنا نشتغل على نفسنا اكتر هو فيه شقين شق اللي هو خاص بالمختارع نفسه لازم يعرف هو ايه انسب حل ليه هل هو الاتجاه الاكاديمي بس ولا اتجاه البيزنس والانكوبيتورز والكلام ده انا مثلا في الكيس بتاعتي لقيت انه سكولرشيب انسب حل فبدأت اشتغل على نفسي وادرس انجليش وادرس الجزء الاكاديم الخاص بالبحث بتاعي لحد ما جات لمنحة المجا طب ليه يعني ليه فكرة انه الجزء بتاعك بس هو لليه علاقة بالدراسة اول انت حسيت ان الدراسة في انسب حل العالم النادر في الدكاترة بتاعته واللابس بس مش معنى كده لا اول بحث العلم الى حد ان ما كويس في مصر بس انا بتكلم الكيس بتاعتي العلم ده نادر على مستوى العالم يعني اللي بيشتغل فيه اوليه الخالص طب ما هو انت برضو لما هتعمل الاختراع بتاعك طبعا اكيد الدراسة في حاجة مهمة جدا وانك تاخد المعلومات الكافية عشان طرف تعمل ده دي حاجة تحترم والكامل اللي احترام والتأذير لها بس هو برضو المشروع ليه علاقة بالعائد اللي هيجي لك بديا اكيد وعلى البلد طبعا اقتصاديا ده شي طبيع فانت بتكلم في انه انا مفودة حد كباحث او حد كمخترع فانهي مكان او انهي شك اللي انا مهتمة بيه اكتر اه دي اهم حاجة في الموضوع بتاعك انا شايف انه الشكين متوفرين فيه سواء الدراسة اكاديميكل او اكاديميا انه تبقى الدراسة مهمة او اقتصاديا البيزنس اه بالزبط تمام فده يتحقق ازاي وده يتحقق ازاي بس خلينا نعلى على الصورة دي الاول دي صورة ايه تكريم في معرض مؤتمر مبضع مصر والعرب في جنس التكتوربي ده معرض مصر تقترع معرض الدولي 2017 نفس التكريم برضو نفس المعرض تمام حلو قوي طيب نرجع بعدها نتكلم في الشكين بتوعنا دول لازم المخترع او صاحب الفكرة او الباحث الاكاديمي يعرف هو عايز ايه بالزبط هل هو مهتم بالاكاديميك بس ولا البزنس ولا اتنين مع بعض ويبدأ يشتغل على نفسه في الجزئية دي يشوف نفسه ايه اللي ناقصه ويطور فيها ويبدأ يشوف مين الانترست بالفيلد بتاعه سواء في مصر او برا مصر ويبدأ يرسله ويتابع احدث حاجة وصل لها العالم في الفيلد بتاعه فينه طب انت ليه ما عملتش او يعني طبعا هو انا يعني عايز اعرف برضو في نقطة دي لان انت مهندس مدني اه اوكي فما فكرتش في حاجة تبقى related او تبقى ليه علاقة بشغلك او بالمجال اللي انت فيه هو شغف الكهرباء من انا وطفل فا اكبر من دراست بكتير اه تمام ده اللي خليني عمي سيلف استادي على الانترنت من 2014 وحسيت ان هو هيبعدني يعني فيه تضاد بينه اه ممكن اذا اوزف ابليكيشن في الهندسة المدنية اوكي بس انا اشايف ان شغل فيه اكتر بكتير من طب انت الملحة بتاعتك دلوقتي اللي ليه علاقة بالالكترونيات ما اصره الى حد كبير عن شغلك او عن انتاجك انت كمهندس مدني في مصر انا حاليا بعمل شفت كرير اه انت عايز تغير خالص كريرك يبقى من المهندس مدني تبقى مهندس الكترونيات مش بدور على التايت الا بدور على السيرش نفسه على الفيلد اللي انت عايز تشتغل فيه احاول برودكت طيب دي كل اللي انت عايزه او تمحطك المستقبلية ولا عندك حاجة تانية لفترة جايه عايز تعملها ختاما اه عايز يعني المختارين في مصر يعني عايز اقول ايه منقصهم كرسات توجيه او يعني لازم بمعنى ايه كرسات توجيه لازم كل حد يعرف هو الكيس بتاعته يتشخص يعني زي المريض مثلا لما بيروح للدكتور عشان يتشخص صح دي قابلتي انا كمختارع مثلا اه اه عرفتها بالعافي او بصعوبة انعرف انا فين هل مثلا المهتم بالاكاديميك اكتر ولا انكوبيتورز اكتر دي عايز يريد لو يكون فيه كرسات اكتر او افنتات اكتر للمختارين يعرفوا هم فين في دي ولا في اكتر عشان توفر عليه تعبط اه بس انا يعني بدأت خلاص الاختراع يعني فكرة ان انا بفكر سواء انا ببدأ يعني في البداية الفكرة او في التنفيذ او في التطبيق النهائي لازم اعرف لازم يبقى فيه مشرف توجيه لكن الشخص المخترع دايبش مهندس لازم هو يبقى منجواء عنده حاجة عايز يعملها يعني ما ينفعش مثلا اني اعمل حاجة زي كده زي الكرسات اللي انت بتطمح انها تبقى موجودة لناس ما عندهمش اصلا الفكر وما بيفكروش في حاجة وما يبقاش مجرد وقت بيسلوا نفسهم فيها هي الفكرة بتيجي مثلا انسان بيتعرض المشكلة فبيفكر في حل يعني بتيجي تلقائي بتيجي تلقائي مرة واحدة انا مشكولك شكر جزيل نتمنى ان الاختراع بتاعك يعني يتنفذ فقارة بوقت لانه فعلا اختراع يستحق التنفيذ وانه احنا في مصر فعلا وفي كل الدول على فكرة مش احنا بس عندنا مشاكل نتيجة الوايفز اللي خارجي او الموجات اللي خارجي من الموبايل بتقدي الى امراض كتير جدا وطول الوقت بنتكلم في فكرة الامراض اللي بتيجي من الموبايل فنتمنى انه الفكرة بتاعتك تتنفذ تبقى يعني امنة اكتر لانه ده اكيد الهدف الاول بالنسبة لك لانه انت اكيد لما هتوفر الامان للناس فانت بتوفره لنفسك ده شيء طبيعي فنتمنى ان شاء الله نقابلك مرة تانية ويبقى المشروع تنفذ وهو انت درواتي معنا على شاشة سي تي في فنتمنى انه يكون المسؤولين سمعوك وبشكرك شكري جزيل مرة تانية وربنا معيك مرسي خالص زي ما سمعنا دلوقتي من بشمهندس مرقص انه يعني عنده حاجة عايزة يعملها وده اللي فارق ما بينه وما بين اي حد تاني وده اللي برضو بفضل اقوله طول الوقت نتمنى يكونوا المسؤولين عن الجزئية الخاصة باختراع بشمهندس نهاردة سمعونا ونتمنى الفترة الجاية يبقى فيه مزيد من الاهتمام بشباب عندهم حاجة عايزين يعملوها للبلد لانه في النهاية خالص الفكرة كلها والعائد مش بيعود على الشخص بس لكن بيعود على البلد كلها هنخرج مع حضراتكم لفاصل قصير نرجع فقرتنا الاخيرة والصحافة التحليلية الدنيا فيها ايه بعد الفاصل موسيقى